مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الفقرة التي نتحدث فيها عن مواقف حياتية واستشارات أسرية تقع في داخل بيوتنا هذه الاستشارة التي ترونها أمامكم والتي تتحدث فيها هذه الأخت عن وضعهم داخل المنزل وحصول جملة من الخلافات بينها وبين زوجها مما أثر على طبيعة حيات الفتاتين الأولى أصبحت متمردة بعيدة عن الدراسة وغير ذلك والأخرى لديها نوع من الخلل أيضا بسبب هذا الأمر ونصيحتي لهذه الأخت بعد أن أشكرها شكرا كبيرا على اعتنائها ببناتها واهتمامهم بهم لأن هذا السؤال الحقيقة سؤال ينم عن أسره مميزة ورائعة ولا يخلو بيت من هذه الإشكالات لكن من المهم أن نتجاوز مثل هذه المشكلة ونصيحتي لهذه الأخت ومن يشابهها في مشكلتها بالأمور التالية أولا الثقة بالله عز وجل وحسن الظن به والجد والاجتهاد في أمور التربية ومحاولة الإصلاح والمراجعة للنفس كل هذه الأشياء ستعيننا بإذن الله على الاستفادة من مثل هذه النصائح وكذلك في تعاملنا مع أولادنا أيضا من الأشياء التي أنبه عليها أختي الكريمة عدم المبالغة في القلق لا شك أن ما ذكرته من وصف لهاتين الفتاتين مقلق لنا كوالدين لكن المبالغة أحيانا في القلق تأتي بالنتيجة عكسية خاصة والأمل موجود بحمد الله في علاج هذه المشكلة وأن البيئة أو الأرضية أرضية التفوق والإبداع موجودة عند البنتين ليسوا والله هم أصلا كانوا كسالا ولا يهتمون بدراستهم بل كانوا حريصين على الدراسة لكن بسبب مثل هذه المواقف التي تحصل بينك وبين الزوج سببت لهم هذا القلق لهذا أرجو أن نحن نزيد من مستوى القلق في داخل الأسرة بل نقلل منه ويكون لدينا أمل كبير بمعالجة هذه القضية من الأشياء المهمة لتجاوز هذا الإشكال ضرورة التفاهم بين الزوج والزوجة إبقاء المشاكل بينكم وظهورها أمام الأبناء له خطورته الكبيرة التي أثبتتها البحوث وغيرها أثر نفسي كبير جدا يقلب واقع الأسرة وتصبح في حالة من التأزم لا يعلمه إلا الله قد يكون هؤلاء الأبناء نعم في غرفهم لكن في الحقيقة في غرفهم في حالة من البؤس واليأس والنظرة السوداوية للحياة إذا ثمت هناك مشاكل فلا تظهر أمام الأبناء ولا يسمع أيضا رفع الأصوات يؤثر عليهم تأثيرا كبيرا في حياتهم ليس فقط الآنية بل حتى المستقبلية في نظرتهم الحياة الزوجية وغيرها ولهذا أصلحوا علاقتكم الزوجية اتقوا الله في أنفسكم الحياة الزوجية تفاهم وحوار وليس رفع أصوات الله عز وجل قال على الحياة الزوجية لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ما تفعلونه أنتم في البيت من رفع الأصوات وكثرة المشاكل لا يمت لا للسكن ولا للمودة والرحمة بصلة فلهذا ابتعدوا عن هذه الأمور واتقوا الله في أولادكم حتى يكون علي أثر كبير من الأشياء أيضا ضرورة الحوار مع ابنتك وإقناعها بأهمية التحصيل الدراسي وأثره على مستقبلها وأيضا من المهم أن يكون من ضمن النقاش بيان طبيعة الحياة وأنها تمر فيها مواقف وأن العلاقة الزوجية بخاصة لا تخلو من مشكلات أسرية وأنه قد يقع بيني وبين والدك بعض الأشياء لكن ليس معنا هذا أننا سنبتعد مثلا عن بعض أو نحو ذلك لا لكن هي مشاكل تحصل في حياتنا بمثابة الملح للحياة الزوجية وإلا فنحن ترى نحب بعض والدلل على هذا أنه بعد هذا بنصف ساعة تذكرون خرجنا إلى المطعم الفلاني وتعشينا مع بعض كل هذا سيعطي الأبناء فقه وفهم للحياة لا يؤثر على رؤيتهم لها أيضا نحتاج إلى أن نملأ قلوب بناتنا وأولادنا بحسن الظن بالله وأن نعينهم على قضية الطموح والأمال والتفاؤل وأنه يمكن أن نعيد الكرة مرة ومرات في قضية الاجتهاد والإبداع ومن الأمور أيضا أخوات الكريمات أن نحرص على أن نبتعد عن جو المنزل قليلا بمعنى لو كان هناك نوع من التأزم داخل البيت أخرج إلى المنتزهات حديقة قريبة اركبوا السيارة اذهبوا مع والدكم إلى مكان معين مع جميع أفراد الأسرة كل هذا سيعين على الخروج من الأزمة الموجودة في المنزل تنمية أيضا الإيمان وقوة الصلة بالله تعالى والأكثر من ذكر الله التي تعطي الإطمئنان لهذه الفتاة وكذلك البيت بكامله ثم أنصحوا أختي الكريمة باللجوء إلى الله عز وجل والدعاء لهاتين البنتين والدعاء قبل ذلك لها ولزوجها أن يصلح شأنهم وأن يغير ذلك الوضع إلى الأفضل والأحسن وينبغي أن يكون هذا أيضا بمبادرة منكم جميعا حتى تصلح حال هذه الأسرة أسأل الله عز وجل أن يقر أعينكم بصلاح أولادكم بل أعيننا جميعا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير هذا البرنامج برعاية مؤسسة آل الجميح الخيرية مؤسسة آل الجميل